فندق حياة جاريكو بأحدث الطرازات يوفر الفندق 123 غرفة وجناح مجهز بأعلى معايير الفخامة لتلبية جميع الأذواق والمتطلبات ويعتبر الفندق الأول من نوعه في فلسطين بتصنيف خمس نجوم والذي يحتوي على بركة سباحة خارجية على سطح الفندق يقع الفندق في المدخل الجنوبي لمدينة أريحة بالقرب من القدس والبحر الميت مما يجعله وجهة مثالية للسياح المحليين والدوليين يوفر الفندق قاعات مؤتمرات مجهزة بالكامل ومطاعم تقدم أشهر مأكولات وجم يعتبر الأول من نوعه من حيث المساحة بالإضافة إلى حمام تركي وساونا يجسد الفندق رؤية مستقبلية لتطوير السياحة في فلسطين ترقبوا افتتاح فندق حياة جاريكو في الربع الأخير من عام 2026 فندق حياة جاريكو وجهتكم الفاخرة في قلب بوابة أريحة أسأل الرواقاتكم مشاهدين أهلا وسهلا فيكم في هذا اللقاء الخاص والحصري اليوم مشاهدين متابعين الاستثمار الفلسطيني يعتبر استثمار مقاومة وعندما نتحدث عن المقاومة نتحدث عن الاستثمار المهم في الوطن وخاصة في فلسطين لما تتعرض له من عدوان دائم ولكن اليوم مشاهدين متابعين سيكون لدينا لقاء خاص وحصري حول استثمار مهم جدا وفكرة أهم أيضا يتم ترجمتها على أرض الواقع اليوم ننطلق من مدينة أريحة مدينة أريحة التي أصبحت هي عنوان ووجهة مهمة جدا للسياحة رغم كل هالظروف اللي منعيشها نحن نقول في بداية مشوارنا الرحمة للشهداء الأكرم منا جميعا الحرية لأسران البواسل والشفاء العاجل لجرحنا ولكن عجلت الاستثمار مستمرة ومهمة في وقعنا الفلسطيني ولكن اليوم هذه الفكرة فكرة مهمة جدا رسمت بواقع وبريشة فنان مهم جدا لأن الاستثمار هو من أهم مقاومات الدولة وبناء المؤسسات والاستثمار في القطاع الخاص هو أيضا داعم رئيسي لمين؟ لدولة فلسطين اليوم مشاهدين متابعين في هذه الفكرة التي انطلقت من مدينة أريحة فكرة فندق حياة جريكو لأول مرة هذه الفكرة تنطلق وبطريقة مغايرة ولواقع الفنادق في فلسطين اليوم مشاهدي متابعين رح نكون نحاول إياكم مع المايسترو أنا ما سميته مايسترو لأنه مايسترو مهم جدا مثل هذه الأفكار الريادية معنا رجل الأعمال الفلسطيني من مدينة أريحة إياد لغروف أبو إبراهيم أهلا وسهلا فيك يا أبو إبراهيم يعني هذا هو اللقاء الثاني ولكن نحن دائما مع وسام شرف لبناء واستثمار جديد كنا قبل أربع سنوات واليوم نعود في فكرة جديدة انطلقت من مدينة أريحة من رجل الأعمال لأنا دائما أقول عنك المايسترو في إطلاق الفكر الريادية واليوم يعني فندق حياة جريكو اللي في طور الإعداد ليكون لوحة أجمل وأروع من المنيزة في الأيام القادمة يعني تحديثنا عن بداية هذه الفكرة أولا أهلا وسهلا فيكم وأنا دائما سعيد بوجودك يعني حتى المرة الثانية مزبوط بس إحنا دائما متواصلين أول شيء بنقدم إحنا عزائنا لشهداء فلسطين والحرية إن شاء الله لأسرانا وجرحانا بالشفاء العاجل وإحنا بنحكي على عجلة اقتصاد كتير مهمة تظلها متوفرة في البلد وأنه توقف الاقتصاد يعني تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه فهي عجلة الاقتصاد هي كتير مهمة إنها تكون موجودة في أرضية فلسطينية حتى كتير راس تستفيد من الاقتصاد الفلسطيني وأنهم يعني لما يكون عندك عمال موظفين في معاشات في ناس تقدر تشتري تأكل تشرب وتقلل من البطالة الفلسطينية في ضوء الصعب اللي بنعيش 100% بتقلل من البطالة وبجميع الأمور هاي الأشياء تعمل ثبات للمواطن الفلسطيني على أرضه نعم يعني بداية هذه الفكرة لبناء فندق ريادي وهي فكرة متطورة مغايرة عن كل ما نشاهده في الساحة الفلسطينية يعني فكرة فندق حياة جيريكو بصورة مختلفة كليا يعني هل تحدثنا عن مساحة هذا الفندق ومتى سيكون هذا الفندق واقع أمام معطننا وكمان أيضا هناك رسالة مختلفة في عملية البناء وتسلسل البناء في هذا الفندق وأيضا عملية الاستثمار في داخل هذا الفندق الفكرة هي فكرة الاستثمار جديدة في فلسطين لأول مرة تضرح في فلسطين هي شراء غرف فندقية داخل فندق حياة جيريكو طبعا احنا في كل دول العالم المشاريع زي هاي تباع على الوراق احنا لا بنينا سوينا المشروع بنحكي للناس تعالي الاستثماري في مشروع جديد وارجلناهم ايش على عرض الواقع أول مرة في فلسطين في عندك بركة على الطابق السادس في مساحة مئة وسبعين متر الفين متر حواليها رح يكون هي خدمات للبركة السباحة وبالذات في اريحة يعني طبيعة الارض والتضريص والجو هي جديدة الفكرة فاحنا حبينا تكون فكرة الاول مرة تطبق في فلسطين طبعا هي اليوم البركة موجودة جاهزة واي واحد يحب يتفرج عليها هي موجودة يعني ممكن نسبة؟ طبعا في الأيام القليلة يعني في الأسبوع ممكن أي حدا يصبح فيها نعم هذا بداية المشوار بداية المشوار ولكن يعني ابو ابرهيم يعني الفندق أنا تحدثي انه رح يكون مغير ومختلف كليا عن باقي الفنادق وايضا الفكرة في عملية الاستثمار في داخل هذا الفندق احنا اخذنا بطريقة يعني مع بداية البناء في المشروع من قبل ثلث سنوات اخذنا كل العوامل اللي ممكن احنا نوصل لأعلى مستوى من الرفاهية أعلى مستوى من الرفاهية يعني مساحة الغرفة التحرف جوى الغرفة والاستثمار هو أهم موضوع في الموضوع في الموضوع الأوتيل استثمار في غرفة فندقية هي فكرة موجودة في كل دول العالم ليس موجودة هنا في فلسطين نحن متعلم سحبناها جبناها نفذناها اليوم نحن بمفاوضات مع وزارة الاقتصاد والمحاميين والمستشارين كيف عملية التمليك كيف ستحدث الأمور كيف النسبة نحن نتحدث عن فكرة استثمارية أكثر من رائعة إلى كل المواطن إلى كل المواطن أنا كرأس مال بالنسبة لي كثير مهم أن يكون معي شركاء من شرائح مختلفة نعم وهو بالنسبة له عنده استثمار يوفر له أكبر نسبة عائد استثماري في فلسطين نسبة العائد استثماري 12.5% أقل مستوى ونحن نصل إلى هذا المستوى العالمي كيف نستثمر هذا المواطن الذي يريد أن يشاهدنا ويقول أن أريد أن أذهب على الفندق المميز ونحن نتحدث عن بقية أقسام الفندق ليس مجرد استثمار أيضا هناك محلات تجارية تحدثنا عن المسبح شكاك فندقية في داخله يعني أنت تتحدث عن شيء سوبر جديد في فلسطين المواطن أو أي شخص صاحب رأس المال دائما يتجه لنسبة الأرباح الأعلى في بلد مثل فلسطين ونحن نعاني شكل دائم من الحروب والضغط والاحتلال دائما تحاول أنت تهرب من هذه الأشياء نسبة الاستثمار وعائد الاستثمار هو أكبر نسبة موجودة في فلسطين يعني هي نسبة مرتفعة جدا عن البنوك يعني نسبة الودائع في البنوك عالية ولكن نعطيك نسبة قليلة اليوم اليوم يعني أعطيك شيء أحسن من البنوك استثمار موجود موجود هون الفكرة واقع موجود يعني مستثمر بيجي بيحكي لك أنا بدي أضمن حقي موجود موجود إلك رقم إلك طابو إلك كل أشياء موجودة إلك شركة فيها أسهم كل شيء موجود ده يعني إحنا سوينا الفكرة إنه أي شيء يكون موجود للضمان ويكون الضمان طبعا الضمان هيك بيكون عالي جدا طيب يعني أيضا هناك في محلات تجارية رح تكون فيه داخل هذا الفندق إلا أنا حسب توقعاتي أو معرفتي المتواضع بهالفندق اللي رح يكون لوحة أكيد مهمة جدا وحلوة إنه هناك 24 ألف متر مربع لهذا الفندق رح يكون مساحته صحيح 24 ألف متر مربع طيب تقسيمة المحلات التجارية وكبية البيع يا أبو براهيم عندنا محلات تجارية طبعا هي رح تكون soft sale يعني رح تكون هي أشياء تخدم المقيمين داخل الأوتيل هذا وممكن تخدم المنطقة أيضا تخدم المنطقة لكن هي بالأساس soft يعني رح تكون إحنا أخذنا الفكرة ها هي فكرة تركية بالأساس فكرة تركية دائما في تركيا أكثر من أوتيل وتحتيق بيكون في مول والمول بيكون شيء بسيط جدا بيوفر أي شيء بيحتاجه الزائر للأوتيل بعدين فينا ثلاث مطاعم داخل الأوتيل ثلاث مطاعم مختلفة يعني لدينا المطعم الأسيوي والعربي والأوروبي سيكون داخل الأوتيل كل التنوعات موجودة لدينا أكبر جيم إن شاء الله في فلسطين سيكون تقريبا على ألف متر مربع لدينا أمام توركي وساونا ونشتغل على سينما في مدينة أريحة سيكون موجودة من ضمن المجمع يعني من رجع الماضي بكالب جديد صحيح بشيء متطور أكثر اليوم مدينة أريحة هي مدينة سياحية بامتياز اليوم أثمتت جدارتها إنها مدينة سياحية نعم اليوم كفلسطيني تفضل المجيء على أريحة من أي منطقة في الداخل نعم لأنه هناك خطر أريحة مريحة مريحة بكل شيء نعم أكثر مدينة في فلسطين أكثر مدينة في فلسطين فيها أمان أنت اليوم في مدينة أريحة أنت مصدر أمان وهذا الشيء مهم يعني تعاون السلطة الوطنية في الموضوع هذا لأن مدينة أريحة مدينة آمنة أيضا كثيرا بسهلنا من الشغر شركة المواطن يكون مرتاحة مية جي ستتمر نعم وهذا الدليل على نجاح بواب أريحة هذا الدليل على كمية المبيعات في بواب أريحة كانت يعني هي عكستها الأمان في مدينة أريحة طيب نحن تحدثنا عن فندق 24 ألف متر مربع أيضا الزائر الزائر إلى هذا الفندق أيضا ما سيكون له هل هناك أيضا شقة فندقية لأشخاص جايين على أريحة مثلا يناموا في أريحة جايين في رحلة في داخل الفندق؟ طبعا نحن نوعنا في حجم الغرف نوعنا في العدد نوعنا بكثير شغلات أنت داخل هوني على سوبر ماركت اعتبر إنه أوتيل هو سوبر ماركت وإذا بتخش على قسم الشوكولاتة فعندك خمسين نوع فأنا كذبون أنا لازم أوفر لك كل شيء أنت تطلبه يعني بالحجم أنا أعطيك أريحية في الإختيار وأنت بتحدثت عن فكرة مختلفة أيضا فبالتالي بدي يكون كل شيء كامل صحيح نعم طيب يعني كمان قضية كيف يعني الناس اللي براح يشاهدونه كمان كيف قضية الاستثمار كيف بدوا يستثمروا كيف بدوا بركبوا أمورهم وكيف يتواصلوا معاكم حتى يوصلوا لها اللوحة الحلوة اللي أنتوا قاعدين ترشموا فيها وكيف يمكن أن يتواصلوا فيها هذا الفندوق يكون واقع ولوحة جميلة في أريحة الخطة هي للانتهاء من العمل نهاية 26 طبعاً جميع الأحوال يأخذون الخطة في ظل الأزمانات الموجودة في البلد لأننا ما وقفناش عمل من 7 أكتوبر لليوم نعم بكامل الجهد بوثيرة أعلى لأنه حتى العمل الفلسطيني كان يشغل في الداخل اليوم الذي هو متقن للعمل هو موجود عندي نعم فأريد أن أستغل الفترة هاية أيضاً هي كانت استغلال أيضاً للفترة عملية الاستثمار في الفندق هي نفس النظام العالمي 20% دفاع أولى 2% شهري لمدة 50 شهر بعد 24 شهر يبدأ العائد يرجع طب ممكن يكون في تسهيلات اكتر هيك في المستقبل كمان طبعاً في تسهيلات في مرونة يعني التسهيلات موجودة وتعارف اليوم نتحدثها حسب الجيبة الفلسطينية وأنت بتعرف إنها متعة بالجيبة الفلسطينية أنا أنا مسوي إشي للجيبة الفلسطينية بطريقة كتير سلسة حتى أنت إذا بتشتي من عندي أسهم أنا معطيك خيار كمان الرهن العقاري للأسهم طبعتك كيف أنا 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 فهمتك المواطن اللي تستثير يا إبراهيم إنت هاي لعبتك وأنا بعرف إنه عندك تحليلات وتقططات رهيبة جداً في هالأمور ودليل هاي اللوحات اللي كعدت تنشرة في مدينة أريحة واستثمارات وهذا الفندق اللي فكرته مش موجوده في أي مكان في فلسطين فبالتالي أنت المخطط عشان توصل للناس نحن نتنازل عن جزء من الأسهم اللي هم تقريباً ستمية وستين ساهم من الشركة نحن سوينا عدة اتفاقيات مع بنوك اللي ممكن كمان الأسهم هاي تروح ترهنها وتروح تقيمة المبلغ وتسدها كمان على المدى البعيد حلو يعني أنت بتدفع فائدة للبنك ستة بالمية وهي أقل فائدين جدا أقل فائدة نعم وأنا بربحك اتناش ونص بالمية هلو سجلنا أول واحد خلاص جازين جازين أول واحد سجلنا طيب بالنسبة أيضا كمان مهم جدا أيضا موقع الفندق اليوم يعني هذا استقبال باستقبال الناس فهو وين في بداية أريحة وبالتالي موقع الفندق كمان مهم جدا للمواطن فلسطيني وأيضا اللي بجو استفر نحن موجودين على المدخل الجنوبي للمدينة أريحة نحن نبعد على المدخل الجنوبي تقريبا أقل من 150 متر نحن قريبين من بحر المية نبعد على بحر المية نبعد على بحر المية تلاتفار متر باستخدام هذه اللوحات أحيتون للبحر المية الفندق لذلك نحن المفروض وهذا واجب علينا وواجب بطني أن نحن نقرب على البحر المية نعم ليس هو يقرب علينا نحن نقرب عليه نحن الوطيل وموقعه هو قريب جدا من بحر المية أقرب الوطيل سيكون للبحر المية فنحتاج أيضا اسلما مجمونا نحن ناحية خارجية نعم ليس سياحة داخلية أنا اليوم إذا بدي أن أنظر لبكرة لا أنا بدي برضو سياحة خارجية أنا بدي أستقطب سياح من كل دول العالم عشان يحكو إنه إحنا برضو مبدعين فوينا إشي فريد من نوع وفي ظل ظروف صعبة جدا مية في المية وهذا الإشي لازم إحنا نوصله طيب يعني أبو براهيم أيضاً تحدثنا عن الموقع وتحدثنا عدد الغرف الفندقية أو الشقق الفندقية في داخل الفندق أيضاً والمحلات التجارية اللي حتكون عنا 39 محل تجاري رح يكون فيهم تقريباً 16 مصلح تجارية هذون أيضاً بعشرة؟ بعشرة نعم عنا هل يتكرر أيضاً الموضوع في داخل المحلات أم من كل موضوع؟ لا لا كل شيء منفرد نعم كل شيء منفرد نعم يعني غزة التنوع الكامل ما يكون مكرر لا لا ممنوع التكرير ممنوع التكرير أنا أصلاً بالأساس لما بدأنا نبيع في المحلات من ضمن العقود ماذا سيكون موجود؟ نعم فنحن ممنوع التكرير هذا ممنوع يعني لكي يكون فيه فرصة ويشير سوبر أيضاً يليك بالفندق يجب أن يكون فيه فرصة أيضاً ما قلت لك هو سوفت يعني لكي يليك بالفندق نعم 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 لدينا وبالتالي هنا لما سموه حياة وقعدوا ست شهور عرفوا كيف يسموا الاسم عشان يعطوا الحياة للكل الفلسطيني من خلال هذا المبنى الرائع اللي بنشاهده رح يكون شكل الفندق بالطريقة وبالتالي الاستثمار رح يكون سهل جدا وممتع لكل المستثمرين اللي بيشاهدون وبيتابعونا لينطلقوا باتجاه مدينة أريحة يعني احنا نتحدث كمان هو فندق سياحي خمس نجوم أيضا يعني خمس نجوم بس يعني زي ما قلوه ممكن يكون هو خمس نجوم بس هو يكون عشر نجوم صحيح بالمواصفات اللي قاعدين مشرعانها أبو رهيب احنا أخذنا كل مواصفات وزارة السياحة أخذناها بين الاعتبار طبقناها طبقنا كل شيء تطلب وزارة السياحة للتصنيف وإحنا مشاهدنا مع خطوة خطوة للتصنيف يعني أي شيء بيحتاجوا للتصنيف مثلا صالون أحلاقة ستاتي وصالون تجميل وصالون أحلاقة رجالي موجود لنا داخل الأوتيل نعم بنوك موجود لنا كل شيء تطلب التصنيف نحن ضعناه كل شيء ممكن يضيف يعني ما فيه داعي حدا يطلع بره الفندق نعم تصيدليه موجود نعم وكل هذه الأشياء نحنا وفرناها جوا الفندق عشان نقدر نوخذ أكتر تصنيف ممكن في فلسطين موجود عشان نكتب للتصنيف لازم نكون الفجر المقر عندكم كمان يا ابو ابراهيم احنا نتشرف فيكم احنا نتشرف فيكم دائما طيب ابو ابراهيم عن جد انتو قاعدين ترطونا مواصفات مش موجودة في كل مكان لكن يعني انتو خمس طوابق وبالاضافة لترس شكل الترس كيف رح يكون يعني هذا شيء مهم جدا الناس بتحبه كتير كمان الترس ممكن تكون عايش باسيا بشرق اسيا يعني خضار وطبيعة يعني ممكن نشوف من خلاله شرق اوسط جديد غير اللي موجودين فيها حاليا ابو اكيد بمنه الحياة هذا مؤكد نعم انا بأكد لك انو الترس رح تشوف فيه شرق اسيا جديد نعم هذا على اكيد ان شاء الله طيب يعني نتحدث على تحدثنا عن قضية الاموال اللي رح يستكبر فيها الشخص يعني انت بتعرف يعني اليوم انتصاد متعب وبالتالي انت باستثمارك قاعدة تنهض في هال هالشيء المتعب تطلع من معاناة ولكن انت بتعطي شيء واقف مهم جدا في حياة الانسان وفي ايضا في فلسطين يعني ايضا طريقة الدفع انت في هناك تسهيلات ولكن يعني من الممكن يكون هناك دراسة جديدة ايضا للمستثمر خاصة في ظل برضو معانا قاعدة بنعيشها والامور تتضحرج الى احنا نتأمن يكون هناك في امل كبير جدا لنتغير الامور ولكن هناك في امور كما نشيتها اسوأ ولكن المستثمر يستثمر لانه في الاخر عندك في حياة جاركو هو استثمار قوي جدا يعود عائد كبير جدا على المستثمر الفلسطين 75 سنة نحن محتلين نعم وقفت عجل الاستثمار لم توقفت اذا اريد اتطور انا اريد افكار جديدة للاستثمار التغيير عن التكليد 100% اليوم اريد اوصل للعالمية اريد اغير الاستثمار اريد افكار عالمية اريد افكارها في فلسطين نعم اليوم بظل الظروف الصعبة واللي احنا موجودين فيه طريقة الاستثمار اللي احنا جايبينها للبلد تنوع فيها كثير مهم كثير مهم طب يعني اكيد رح كون انتو كاذارة مهمة جدا يا ابو ابراهيم وانتو رجل اعمال يعني فنان وماشترو في الامور انو كيفي ستسير على المواطن الفلسطيني في عملية استثمار هاي مهمة جدا خاصة انو ممكن يجي عندك مستثمري يقول لك انا بدي اشترك لكن انا مصرياتي في مرونة في الموضوع كمان لكل اشي في بعض فانا يعني اي استثمار احنا ماشيين مع اي مبلغ ممكن يجيبه المواطن احنا ماشيين معه تمام ونستثمر فيه بالنسبة اللي هو بقدر يوفرها طب بالالفلسطين اشهير سيكون جاهز الفندوق نعم كما تفضلت نهاية ستة وعشرين يعني هل كل ما في داخله سيكون كامل مباشرة للافتتاح الرسمي مباشرة للافتتاح الرسمي طبعا احنا سيكون جاهزين في شهر عشرة بالخمس وعشرين لكن احنا شهرين سيكونوا تجربة لقبل الافتتاح لكن احنا موعد رسمي وخطة عمل وكل هذه الامور مخطوطة حسب الموصفات بظل ظروف صائبة يعني ممكن انتهاء الحرب على غزة اليوم بكرة ان شاء الله وان شاء الله نتمنى بأسرع وقت ممكن وتفرج وتفرج علينا فممكن انه يكون خلال سنة بس هنا عطينا خطة لسنتين في ظل أصعب الظروف طيب بالنسبة للشقك الفندقية في داخل هذا الفندق ايضا يعني انا باعرف انه ابو ابراهيم ينتقل الشيء الحصري يعني حتى التفاصيل اللي في داخل الشقك الفندقية كل ما يتعلق بحياة المواطن في داخل هذه الشقك الفرش الكنب انا باعرف انك انت بتطلع برا وتعمل رسم مخطط عشان ترتب الامور بكل التفاصيل يكون فيها المستثمر اللي قاعد يطلع علينا يا ابو ابراهيم ان يكون مرتاح ويلاك حلو كما قلت للي في الشرق أوسط وحياة جديدة احنا اول اشي من ضمن التصنيفات لوزارة السياحة مبدأ الامان نعم احنا شغالين مع اول اشي في اي فندق في العالم لازم تاخد مبدأ الامان الامان يعني حرائق ممكن كسر ممكن اي اشي يسيب ممكن انت تتجنبه احنا اول اشي اليوم عدين من نسوي غرفة فندقية يعني سويت الناس يتفرج عليه واي اخطاء عملنا من نعالجها فوري يعني تعمل تغذيرات على كل شيء مئة بالمئة احنا عدين من نسوي غرفة فندقية محاكية للواقع بكل مستوى الامان اللي يكون موجود داخل القرفة وكل اشي جديد موجود يعني ممكن اليوم يظلنا نغير 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 لحده ما نوصل للاشي اللي احنا بدنا اياه احنا اليوم بنشغل مع مكتب هندسي عن جد مميز هو استواء عالي نعم هو مكتب ممتاز مكتب كتير مميز وهو بلش معنا من اربع سنين بالفكرة واليوم ترجمي واليوم ترجمناها ونطلع على ادق التفاصيل في التنفيذ على ادق التفاصيل في التنفيذ وانا بوعدك بشهر عشرة من خمسة وعشرين انت تتفرج على شيء مش موجود في فلسطين انت حكيت لنا فكرة وبالتالي هاي فكرة مغايرة كليا عن كل شيء موجود في فلسطين وبالتالي اكيد كل هذا التفاصيل المهم جدا اكيد انت بيتحكيها واقعيا قبل ما يبدأ عملية الافتتاح الهدفة بناء الفكرة بناء الفكرة هو اصعب شيء نعم نعم بناء الفكرة هو دائما اصعب شيء نحن بنائنا الفكرة يعني احنا ماشينا يعني بعد ما بنائنا الفكرة وماشينا فيها اليوم عندي منطبق فيها منطبق فيها لكن هو احنا لما جبنا الفكرة ونطبقها برضو هاي كانت اصعب مرحلة انك انت تجيب كيف البداية مية في المية يعني احنا كثير تفاصيل سويناها عنا في القتل استعنا بكثير شركات احنا اليوم استعنا بشركات بنات قتلات استعنا بشركات بنات مولات وصلت برا انا بعرف كمان مية مية احنا استعنا بكثير شركات ليش؟ عشان مكنش عنا اخطاء وعشان تعطي نموذج مختلفة على الكل كمان بالضبط يعني انا اليوم جبت برضو ناس بعد ما خلصنا عملية البناء فيه مهندسين مدنيين لو سمحتوا فيه مجال تعطونا تقرير عن المشروع فكان التقرير اي بلس يعني كانوا حتى هم مهندسين من الخارج بدولة اجنبية ومنبهرين في الطريقة اللي احنا فوناها وهذا اشي كتير سعدني ابو ابراهيم يعني احنا سعدين كتير كمان في هالشيء اللي انت قاعد هالفكرة اللي بترجم على أرض الواقع وفي نهاية 26 رح يكونني جاهزة لكن كمان اليوم اليوم حتى لا ذهب ولا مصاري ولا شيء يمكن استثمار فيه فبقولوا عقارك أمانك شفتك كل الناس اللي بدا تستثمر عندكم وانا من خلال شاشة الفجر يعني لو تشوف اللوحة لسه مش مترجمة لك انا شفتها بالمرسم رح تكون ايش مختلفة والتالي استثمار رح تكون اليك عائد كبير جدا شفت كلهم كمان عقارك أمانك لانه هو العقار هو الأمان اليوم العقار أماني زين تقريب منه نعم وهذه الفكرة اللي انا جبتها على فلسطين كمان مرة الفكرة موجودة في كل دول العالم موجودة في دبي موجودة في اليونان موجودة في قبرص موجودة في جورجيا موجودة في القرآن ساعتين ساعتين ونص انت بتكون موجودة في عقاره هاي الفكرة هاي الفكرة انو انا قربتلك الفكرة العالمية جبتها لعندك انت وقت ما بتحب تشوف عقارك بتركب السيارة وبتيش تورج عليه هذا اكبر امان موجود والعقار الامان اصلا في ايامنا لكن كمان ابو ابرهيم في شغلة مهمة جدا ان احنا من خلال تجاربنا واختلاطنا بالناس والناس اللي بتشتري كمان هناك في بعض الاحيان هناك في كثير انه ما في هناك امان عند بعض الناس عندما يريد ان يستثمر وبالتالي انتو كل هاي التفاصيل ماخدينها بعين الاعتبار كعقود وكل هاي الامور بالدقة وتفاصيل ليكون المواطن كمان والمستثمر بايش بامان لانه احنا شفنا اخطأ كثير في جهات كثيرة ما كان في امان للمواطن كان يخدع بالعربي وبالتالي انتو اكيد رسمين كل شيء بالدقة وتفاصيل حتى يكون المواطن قاعد في مكانه الصحيح وبامان كامل تمام اكيد بتشارك الطرح اي شركة في العالم عشان توصل لمرحلة العالمية وموضوع الاستثمار هذا مش سهل احنا اتبعنا الحطوات عشان احنا نسوي الشركة العالمية تسجيل العقار باسم شركة انا بعطيك اسم بالشركة اللي هي مسجل العقار باسمها يعني انت ضمانك باسمك موجودة بالشركة اللي هي شركة تملك العقار نعم مش اياد بملكه مش اياد البملك العقار الشركة حيات جاريكو هي تملك العقار هي بتبيعك اسم فهي بتبيعك عدد امطار معين حتى عدد الامطار احنا اخذنا الاسم ربطنا الاسم بعدد الامطار في النسبة في كل مربوطه في بعضه فانت لما تشتحكي انا عندي نسبة 1 2 3 في القتل انت بتملكها نسبة حقيقية موجودة في العقار سواء اياد موجود او مش موجود يعني انا ممكن اليوم ابيع ستين مستثمر حابي يشتري مني سويت ورف فندوقية اللي انا الرقم اللي انا بطلع له تمام بكرا اياد ممكن يبيع الشركة حقوقهم موجودة حقوقهم موجودة حقوقهم موجودة انا هي الحق طبعا المبلغ اللي انت دفعته في عدد الاسم في عدد الامطار لحياة جاريكو هو موجود موجود ما بتغير حتى لو تغير اشخاص حتى لو تغيروا اشخاص نعم فانت استثمارك ليس مربوط بشخص انت يعني استثمارك مرتبط في بناء قائم موجود في شركة موجودة هون الامان اللي بنحكي المواطن كمان مية في المية هذا في ناس كتير تتخوف من هالموضوع وبالتالي ما بتفكر حالة لك حالة اللي برا المكان اللي الدفعوه وبالتالي هون انتو ماخدين كل التفاصيل المهمة جدا لثبات المواطن في عقاره مية في المية نعم احنا عدد العقار كمان مرة العقار في عدد الانطار مسجل بوسم الشركة الشركة هي من يحقلها تبيع عدد الاسهم عدد الاسهم مربوط في عدد الانطار هاي الامان يا مشاهدين ومتابعين اللي بنحب يستثمر في حياة جاريكو هاي الامان موجود بكل التفاصيل ودقة طيب ابو ابرهيم يعني كمان هذا سيمنح هذا الفندق عند خروج هذا المولود الرائع جدا بالالفين وستة وعشرين اذا ما كان هناك ضروف صعبة من الممكن ان يكون مبكرا ايضا ان يكون هناك ضرب من ضروف ايضا تسجيع السياحة بصورة اكبر في منطقة اريحة ايضا طبعا اريحة دايما اريحة مساحة كبيرة وعدد سكان قليل وهذا الاشي بيسوي ضغط على المواطن الرحاوي خاني احكي الموجود في اريحة نعم احنا اليوم بحاجة للسياحة اي دولة في العالم او هي بحاجة للسياحة بدون سياحة ولا شيء طبعا يعني عندك مثلا باريس تستقطب تقريبا سبعين مليون سائح بالسنة تركيا تقريبا خمس واربعين مليون سائح بالسنة السياحة هي عائد استثماري قوي جدا جدا واحد الركاز المهم في اي دولة ايضا مية في المية الاردن جار قريبا بجميع الامور يريد سياحة لكي يستطيع العيش يعني الاردن في الصيف منتعد جدا وبالشتاء تعيز جدا لماذا؟ انه لا يوجد سياحة للمواطن اصلا هم يشترع السياحة اكتر المواطن يشترع السياحة اكتر فنحنا اليوم في اريحة بحاجة لسياحة بحاجة انا اذا اريد اقوم مدينة كمدينة اريحة انا لازم استقطب السياحة انا لازم استقطب سنويا في اريحة ليس في اريحة ككل تقريبا ثلاثة لأربعة مليون سائح سنويا عشان اخلي مدينة اريحة مدينة فعالة منتجة ومنقدر تقدم خدمات والخير يعمل على الكل ايضا اريحة بدون سياحة السياحة تقدم خدمات نعم وهذا اشي ركيزة ركيزة لمدينة اريحة انه بدها سياحة بس انت جبت له محيات هذا ان شاء الله رح يكون بداية مشروع عالمي يعني انا مدينة اريحة يطلق عليها مدينة القمر هلا صار عندنا قمرين انه هي اريحة القمر وايضا حياة جاريكو القمر جديد اللي راح يكون في الالفين وعشرين ان شاء الله صير بسماءنا قمرين منيح يعني كمان طبعا ان شاء الله كيف ننضيق على الناس فيه يعني كمان ما بدنا نقوله للعالم اللي بتشوف انه اريحة رغم كل الظروف اللي قاعد من ايشها بس قاعدين منصنع القمر جديد حياة جاريكو بمؤصفات عالمية القمر اللي منصنعه في اريحة بس هذا جماعة الخير على الارض مش في السماء السماء غير نعم اول شغلة اول شغلة اول شغلة عنا 200 وظيفة شغلة بدنا نجيب المواطن الرحاوي يشتغل فيه في القتل 200 وظيفة شغلة احنا ثلاث جاهزين كمان اهم اشي دايما كيف انت تقدر توفر شغل للمنطقة يعني انا الهدف مش بس مرابع ومش استثمار نعم مش استثمار شخصي نعم انا في عندي استثمار عائلي استثمار عائلي على مستوى مدينة اريحة انا اليوم بحاجة ان اجيب 200 موظف من مدينة اريحة يشتغلون هون في القتل هذا استثمار عائلي لمدينتي هذا استثمار برضو لكل مدينة الغربية يعني ممكن انا مرقيش 200 في اريحة وصعب جدا تلاقيهم في اريحة يعني 200 واحد تشغلهم نعم نعم فنحن سنجيب موظفين من الكريم موظفين من الخليل موظفين من بيت لحم موظفين من جنين سيكون انت عمامت عضواتا كله نعم مئة في المئة ثاني اشي في عنا اليوم احنا كليات ادارة فندقة وين موظفين الطلاب اللي يتخرج وين بروحوا انا بحاجة لهم انا بحاجة اني انا انمي عندهم الفكرة انمي عندهم انه هو ما درس اشي على الفقاضي انا احتضرته مئة في المئة نعم يعني انا حتى طريقة التوظيف ستكون هي مميزة للناس اللي يعملوا او ادرسوا ادرسوا اكثر يعني بادارة فناضق انا بحاجة لهم اليوم انا اجيبهم وهم كمان بحاجة انهم يخدوا برضو الخبرة هاي من مشروع زي هذا نعم يعني بس احنا احنا الثلاثة احنا الوسطى ابو ابرهيم يعني احنا الثلاثة على راشة طبعا انتو انا وثالث طيب ابو ابرهيم يعني انت بتحدث عن 24 الف متر مربع يعني مساحة هل وجدت من مثل هذه المساحة باعتقدش لانه هي فكرة عندك اكيد ما اخذ عنوان المساحة برضو كمان انه مش موجودة في اي مكان في فلسطين ايضا كبناء كبناء نعم والله لا اعلم انا ما مر علي 24 الف متر مربع كفندق حتى هذا الله هذا ما بعرف اذا موجود ولا لا انا لا اعلم لكن بالمواصفات اللي موجودة لا اه بالظبط المواصفات اللي احنا ميزناها نعم مختلفة مختلفة طيب شو بدنا نقول اليوم يعني في نهاية حديثنا والله ممتع لما نتحدث عن حياة وحياة مش اي حياة يعني حياة جوريكو فندق بكل المواصفات اللي اتحدثنا عنها يعني هذا يعطي تشجيع للمواطن وايضا المستثمر اللي يجي استثمر في حياة جوريكو لكن ايضا بشو توجه الرسائل للمواطن اللي حابب يستثمر في حياة جوريكو يعني احنا لست متجاهز لكن اكيد في ناس اليوم تستنى هالحدث المهم جدا ليطلع بهالنور ويشرك في فلسطين وخاصة في مدد اريحة كحياة اريحة كفندق مميز نحنا اي شخص حاب يستفسر عن الوضوح حتى كفكرة نحن جاهزين التواقم اللي عندنا يعطوه كل شيء بالنسبة للفكرة نحن نحن نحكي كالتالي نحن لا نستطيع ان ننجح لحالنا نحن بحاجة لكل الشركاء لكل الشركاء في المجتمع للعامل الموظف نحن بحاجة للمواطن مع رأس مال وبحاجة للمواطن الموظف وبحاجة للعامل وبحاجة عشان ننجح فايحنا اي حدا حابب انه يستثمر معنا ويكون من ضمن اسرتنا احنا جاهزين نعطي اي استفسار ويكون هو مبطنع فيها والفكرة ان شاء الله طيما احكيت لك هي بداية طيب كيف ان نتواصل معكم ابو ابرهيب ايضا يعني في ناس جدد يشاهدون وايضا السؤال كمان قبل ما نختم جولتنا ايضا راح في بالي ولكن حضر الان يعني ايضا اهنا من الداخل الفلسطين اهنا من الداخل الفلسطيني هم اكثر ناس مستوعبين للفكرة اليوم في عنا اصلا احنا من الداخل في عنا مستثمرين في القتل نعم اشتروا الاجنح الفندوقية تبعتهم لانه اصلا الفكرة موجودة عندهم يعني بطلع على جورجيا بشتري بطلع على كلاب هوتل بشتري بطلع على دبي بشتري هو اصلا عارف الفكرة واليوم اختلف انه لكها في فلسطين مية بمية اللي بحبها وبعشكها ومواطنها نعم في عندها كمان شغلة في ناس تستثمر في دول ثانية بعد فترة بيلاقي حل ومنه ياخدش الدولة نعم اليوم استثمارك تحت عينك هذا اشي كمان كثير مميز وعنا اكبر شريحة مستثمرة معنا هي ثمانية واربين داخل فلسطين نعم والقدس ايضا كمان والقدس طيب يعني احنا كمستثمر فلسطيني واللي حابه يشوف الحياة بطريقة ثانية مختلفة يجي يستثمر في فندق حياة جاريكو كمان المواطن المواطن والمستثمر الفلسطيني اللي وضع ثقته فيكم على مدار سنوات طويلة من اربع سنوات كنا معكم اليوم احنا متجدد اللقاء في شي جديد مميز كفندق حياة جاريكو شو بتكونوا للناس اللي وضع ثقتهم فيكم كمان ايضا نشكر كل واحد بحط ثقته فينا واحنا الحمدلله دائما عند حسن نظن المستثمر في اريحة اليوم احنا اقل ناس انا دعاية اقل ناس انا دعاية لكن انا اعلى نسبة المبيعات حلو احنا اقل ناس انا دعاية واعلى نسبة المبيعات جوز من اللقاء اللي عملنا كذلك اربع سنوات تصبح عندك نكملنا اليوم ياخو برايحة اليوم انا في اريحة احنا اعلى نسبة المبيعات نعم وهذا الاشي الحمد لله رب العالمين ما اجلش من فراغ اجل من تعب وجهد وتفكير ومعاملة اليوم منظم زبايننا متكررين كيف يا متكررين لان اقتنع باللي شافوا هو اقتنع واقنع ابن امه واقنع ابن خالته واقنع اخوه وهكذا فانا فاقنع الوطن كله مية في مية فانا في عندي مثلا علاقة مباشرة مع زبايني تقريبا مع متين زبون بشكل مباشر بشكل مباشر وهذا الاشي صعب مش سهل هذا اصعب اشي انا بواجهه اني انا بعلاقة مباشرة مع متين زبون وبس انا اللي بكون مرتاعة اليو انه زبوني دايما بشكر فيي هذا اشي كتير كويس وانا بالعكس بحاول احسن من الاداء دائما طيب انت عملت تغذية راجعة معهم تقعد تشوف شو افكار جديدي ممكن في انتم نواقص معينة مثلا في طروحات جديدة كمستثمار ايضا في داخل طبعا هذا اشي ضروري جدا اليوم كل فكرة استثمارية هي متعلقة في نوع الفكرة هل هي اشتراكية ولا عثمانية كل فكرة يجب انك اجيبها انت لازم تقعد وتفهم الافكار بتجيش صدى لا هي بتجي نتيجة التعب انت لازم تفكر بالايشي تتعب عليه ومثلا فكرة الاستثمار في حياة جاريكو بلشت هاي الفكرة من سنتين عشان انا اجيب الفكرة الصح ثلاثة على دبي عادت مع عدة شركات ودفعنا لعدة شركات وعدة طبعا استشارات من شركات موجودة في دبي يعني من احدى الشركات احنا عادنا معها في دبي من اضخم الشركات من اضخم شركات الاستثمار العقاري الموجودة في العالم هي شركة برطانية موجودة في دبي تشغل في كل دول العالم احنا اخذنا استشارة ودفعنا عليها في الاستشارة فهي من قبل سنتين كانت الاستشارة او حتى اكثر من سنتين بشوية لكي نستطيع ان نحقق الفكرة اليوم لا يوجد شيء يأتي بالسهل اطلعنا على جورجيا عادنا مع شركات اللي ببيعوا اليوم كتير شركات عالمية وحياة وكل هاي الامور عملها بتاخد كمان هي نسبة من الاستثمار هذا بتاخد نسبة من الاستثمار وهي بتطلع الاستثمار اليها اليوم فكرة الاستثمار تتغير مع تغير الزمن تتغير والظروف تتغير مع تغير الزمن وتغير الظروف زمان كان استثمار ما نفتح لنا مخبز كان هذا الاستثمار اليوم بطن المخبز استثمار انه في اشي مخبز اليوم الاستثمار دائما بالاشي الجديد اليوم انت لو تروحت على اي دولة في العالم انت محاة تستورد اشي جديد بتلاقي اقبال لكن الفكرة تكرر ليش؟ فيش عنا احنا مجالات وفيش عنا كثير شغلات ممكن احنا نسويها واحنا منكرر الافكار الموجودة لكننا نجيب فكرة جديدة اهم نقطة انك انت تكون البادئ انت تكون البادئ بالافكار الجديدة وانت كنت لمخبز بفتح ومخبز لكن في مخبز مختلف عن التاني انه المخبز بعمل شغلات اكتر من مجرد خبز فقه وبالتالي هذا التطور التسلسل التطور في الموضوع لكن ابو ابرهيم يعني كلمة اخيرة من الممكن اطرحها لجمهورك والجمهور الفلسطيني في ظل وجود فندق سيكون وسير النور في الفين وستة عشر في ختم هذا اللقاء يعني انا عندي شغل فاستمر معك لكن رح نكون معك في الاطلال الجديد في الارتين وستة عشر في كون هذه اللوحة اللي هي اجمل من المونيليزة رح يكون اكيد لوحة كل ثلاث شهور مدعو تشوف تطور نعم كل ثلاث شهور مدعو تشوف تطور احنا حضرين شو بتكل جمهورك وناسك بنحكي احنا شكرا على الثقة اللي عطونا اياها كثير من المستثمرين معنا هذه الثقة انا بعتز فيها وان شاء الله بنظرنا محافظين عليها احنا اليوم نحكي لكل الشركاء ولكل الناس اللي حبين كمان برضو يدخلوا معنا شركاء احنا اي مستثمر هو شريك اي مستثمر هو شريك فهو يعني شريك لازم ينجحني وانا اعنجحه نكبلي بعض مية في المية فاحنا اليوم نحكي للناس المستثمرين معنا واللي يحبين يستثمروا معنا نشكرهم كمان على الثقة اللي عطونا اياها وان شاء الله بنكون عند الثقة وان شاء الله رح نشوف اشي جديد بفلسطين لأول مرة اشكرك ابو ابراهيم انا بتشكر مشاهدين ومتابعينا اللي رافقونا على مدار هذا اللقاء المميز ولكن مشاهدين ومتابعينا هاي الدعوة لكل المستثمرين بان متوجهوا لمدينة اريحة وبالاخص للاستثمار في الفندق المميز والمختلف اللي راح يعطيك حياة واسمه فندق حياة جيريكو وبالتالي انت في نهاية المطاف وكما تحدثنا خلال مع ابو ارهيم انه عقارك امانك وهنا الامان الكامل هناك امان منقوس ولكن هنا الامان الكامل سنرى ان شاء الله قريبا وفي عام ٢٠٢٦ سنرى النور لحياة جيريكو الفندق الذي سيكون مختلف بكل المواصفات ومن اجل ان يكون هذا الفندق نحن كلنا شركاء في هذا الاستثمار المقاوم اشكركم مشاهدين ومتابعين على وجودكم معنا بدأ اشكر جملاء اللي رافقوني براء عمر وعبود زغلول ومني انا منتصر العناني نلقاكم في حياة جديدة ان شاء الله فندق حياة جيريكو اول وجهة سياحية فاخرة في اريحة وفلسطين يتمتع فندق حياة جيريكو بتصميم معماري مميز يتكون من 6 طوابق وترس بمساحة بناء تتجاوز 24 ألف متر مربع ويعتبر مشروع رائد يجمع بين الرفاهية والحداثة مع مركز تجاري يحتوي على 39 محلا تجاريا وصمما بأحدث الطرازات يوفر الفندق 123 غرفة وجناح مجهز بأعلى معايير الفخامة لتلبية جميع الأذواق والمتطلبات ويعتبر الفندق الأول من نوعه في فلسطين بتصنيف خمس نجوم والذي يحتوي على بركة سباحة خارجية على سطح الفندق يقع الفندق في المدخل الجنوبي لمدينة أريحة بالقرب من القدس والبحر الميت مما يجعله وجهة مثالية للسياح المحليين والدوليين يوفر الفندق قاعات مؤتمرات مجهزة بالكامل ومطاعم تقدم أشهر المأكولات وجم يعتبر الأول من نوعه من حيث المساحة بالإضافة إلى حمام تركي وسونا يجسد الفندق رؤية مستقبالية لتطوير السياحة في فلسطين ترقبوا افتتاح فندق حياة جاريكو في الربع الأخير من عام 2026 فندق حياة جاريكو وجهتكم الفاخرة في قلب بوابة أريحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر